هنا ما حكم شراء سلع بالاقصاط مع زيادة في الثمن هذه من مسائل خلاف بين اهل العين حيث تذهب الى حانوت عنده يبيع مثلا فلاجات حانوت يعني التعبير القديم اما الان مول ومعرض عنده سيارات عنده ادوات كهربائية عنده فتقول له اريد ان اشتري هذه السيارة او هذه الثلاجة بكم قولك كاش 500 اقصاط 600 هل هذا جائد خلاف بين اهل العلم والراجح المنع وسبب المنع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فقيل الانسماك من الحرب ما بيعتين في بيعة قال انت بيع نقدا بكذا نقدا كاش بكذا وانت بيع نسيئة بكذا وكذا كاش خمسمائة اقصاط ستمائة هذا لا يجوز والامر الاخر بعض الناس يقول يا شيخ ماذا يستفيد التاجر عندما يبيع كاش واقصاط بنفس السعر نقول يستفيد امرين الامر الاول الاجر والثواق اتعرفون اجر القرض ما هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقرض اخاه درهمين فكأنما تصدق بدرهم شوف لوين من اقرض اخاه درهمين فكأنما تصدق بدرهم يعني انت داينت ستمائة دينار كأنك تصدقت بقى كم ثلاثمية ورح يرجع لك يعني داين كمان واحد ستمائة ايه كأنك ايش صدقت بالستميل كاملة واني راجعت لك شايفين اجر الصدقة كام حتى ان بعض بعضهم قال ايهما افضل الصدقة ام اقراض الناس في تفصيل فبعضهم قال اذا استمر الاقراض تحصل اجر اكثر من الصدقة يعني انت معك الف دينار فتصدقت بها ايه لك اجر صدقت ايش الف دينار لكن لا اقرط هذا الف اجاك اجر كم خمسمائة رجلك اعودت اقرط الف اجاك ايش اعودت اقرط الف ها ولا بأس تاخد الضمانات الكفل خذ 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 هنع ثلاثة شهر اكم خمسمائة زي ما هي جزاك الله والله يحني هك فهي متين اول الشهر بعطيك متين وكل شهر مية وخمسين مية وخمسين او مية 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 ممتاز ارتاح لكن في ملاحظات في ملاحظات انتبهوا اليها لانه انا تويجر بشتل في التجارة فدائما عايش مع التجار وقصص التجار وتحايل التجار والتجار هم الفجار الا من بره واتقى فطلعو لنا بنمطين اجداد بس سمعوا الفتاوى فاول واحد طلعه قال انا لا ابي الا اقصاط ما شاء الله ليه طيب ليش ما تبيعك قال لا انا لا ابي الا اقصاط طب تحال هذه الثلاجة عندها غيرك بخمسمائة كم تبيعها لانا والله عندي بسبعمية بس اقصاط لا هاي ذاني وهاي ايش ذاني فانت سابقا كنت تظلم ايش نصف الناس اما الان فاصبحت تظلم جميع الناس راح واحد ثالث طلع بس هذا الذكي كثير وقل ما من كشفه بفضل الله انا كشفته بفضل الله يعني فكتب اعلانات خذ وجهز و اثاث بيتك عبب مقصة على سنتين بسعر الكاش يا سلام قلت انا ايه جزال الله في البداية جزال الله خير ها يماخذ بالفتوى على سنتين بسعر ايه النقد فذهب احدهم قال له كم سعر هذا الاثاف قال له حسب حسب وطلعوا الفين دينار سأل غيره ايش يليقي بالفين الف تسعمية الف ومية اذا السعر الحقيقي ما زاد انه هيك التجارة عند هذا الفين وهذا الف وتسعمية وخمسين وهذاك الفين وخمسين الفين ومية ضمن حد اعلى ضمن حد ادنى اذا هو باع بالاقصات بسعر الكاش لكن وين الغلط وين الغلط انه تانه اجا الشخص هذا يتفعل وقال له لا ما تتفعل بتتفعل للبنك قال له للبنك طيب كيف فبروح هو ها ببيع دينك للبنك البنك بقول له هاي الف وثمانمية وبتطلع قال له اعطينا الف وثمانمية وخذ هذا زبون بقصتك ايا على سنتين الفين وهذا يسمى بيع الدين وهذا حرام اخر يا جماعة لنتق الله الله موضوع البيع والشراء كما ورد عن عمر اللهم ارضى عنه انه كان ينزل الى الاسواق ويضرب التجار يضرب التجار ويقول هذا جزاء من عمل في سوقنا ولم يطلب العلم لانه اكل للربا شاء ام ابا ورح تبقى في الحرام وانت مجد عن حالك والتحايل كثير جدا واكثر ناس معروفين بالتحايل مين اليهود هم اساس التحايل وعلموا المسلمين فالله عز وجل عندما ابتلى اليهود وحرم عليهم صيد يوم السبت ابتلوا فاصبح السمك طول الاسبوع لا يأتي الى يوم السبت يوم الجمعة ما فيه الاحد ما فيه اثنين ما فيه السبت ولا ايش كله سمك تحس الله شو تنساوي خلك احنا يهود طول بالك يهود فنصب الشباك يوم الجمعة فأتى السمك يوم السبت طالوا السمك ايش يوم الاحد قال لك احنا ايش ما صدنا يوم السبت تحايل على دين الله فبدأ في هذا فالله عز وجل جعلهم قردة المسألة ليست سهلة فالان في هذا الزمان بدأت التحايل على دين الله كل وحد بحاول يطلع لك شغله يصير فيها تحايل على دين الله فيا اخواني في الله تذكر ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب وتذكر انك لن تترك شيئا لله الا عوضك الله خيرا منه فنسأل الله أن يعوضنا وإياكم شكرا نحن شكرا